تعرف أن في نبي من الأنبياء لا زال حي ليومك هذا غير عيسى من مريم يقال بأن هذا النبي لا زال حي ليومك هذا وفي أقوال ثانية بأن أول بشر يموت خارج الأرض يعني في سماء من السماوات هذا الشخص هو أول نبي أرسله الله سبحانه وتعالى لقومه بس مو عشان أن قومه كفار الأمر كان مختلف تماما لأن قومه كانوا عصار وكانوا مجاهرين بالمعاصي كانوا موحدين لكنهم مجاهرين بالمعاصي فكان هذا النبي هو أول مصلح على وجه الأرض حارب الفساد وأمر بالمعروف ونهى عن المنقرة يعني ما جاء عشان يحارب الشرك أو يحارب الكفر جاء يحارب المجاهرة بالمعاصي لأن المجاهرة بالمعاصي أمر لا يستهان فيها أبدا إذا جاهرت بالمعصية أن تعتبر مفسد والعياذ بالله كلنا نعرف هذا النبي ونعرف اسمه لكن ما نعرف المعلومات هذه أبدا عنه المعلومات اللي لقيتها جدا بسيطة لكني سارتها لكم بقصة مفهومة وتقدر تستوعبها قصتنا اليوم عن إدريس عليه السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبيعكم وجاء للجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين قبل ما نبدأ في شيء مهم جدا لازم نعرفه واللي هو الفرق بين الصالح والمصلح والفاسد والمفسد لأن بينهم فروق كبيرة جدا خليني أوضح لك الحين الصالح هو اللي يحاول يصلح نفسه ويتق الله سبحانه وتعالى ما استطاع ويسمع ويطيح ويحاول تطبيق أوامر الله يسويها على الوجه اللي طلبها الله سبحانه وتعالى منه أما المحرمات فيجتنبها قدر المستطع هذا الشخص يسمى شخص صالح السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا هم الصالحين يعني حالهم حال نفسهم كذا أما المصلح فهو مرحلة ثانية جدا من الإيمان يعني مرحلة خلونا نقول يعني قريبة جدا من الأنبياء فهو الشخص اللي صالح في ذاته ويحاول بقدر المستطع أن يصلح المجتمع فيعلم الناس الخير وينهاهم عن الشر وهذه الوظيفة تعتبر من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واللي هي وظيفة الأنبياء الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فالصالح يسعى لإصلاح نفسه وذاته أما المصلح فأمر مختلف تماما فهو يسعى لإصلاح نفسه وغيره من أفراد المجتمع الحين يعرفنا الفرق بين الصالح والمصلح أما الفرق بين الفاسد والمفسد فالفاسد هو فاسد مع نفسه مستتر عن الناس يعني ما له ما الكلام الناس يعني على ذاته سواء كان كافر أم عاصي أم مرتكب للكبائر بس أنه مستتر لا يبغى أحد يدخل في حياته أما المفسد فهو أخو الشيطان لأن المفسد يسعى لإفساد وتدمير المجتمع وهو نقيض المصلح فبين المصلح والمفسد عداوة أزلية كل الحروب اللي نشوفها على وجه الأرض والقتال والعداوة الشديدة تكون بين المصلح والمفسد واللي هم يمثلون الشر والخير المصلحين هم ورثة الأنبياء أما المفسدين فهم أتباح إبليس ما يقدر يحط راسة على المخدة كده إليه يفسد المجتمع هذه وظيفة بالحيانة الحين أتمنى أني وضحت لكم الصورة بشكل سريع قبل ما نبدأ قصة اليوم لازم أقصلكم قصة بسيطة واللي هي التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام واللي كان التقاء في السماء عندما أسري النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراجة في يوم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وصل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم للسماء الرابعة فملائكة السماء الرابعة سألوا من هذا فقيل للملائكة جبريل ومعي محمد ففتحت السماء الرابعة فدخل جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم للسماء الرابعة والمفاجأة إنهم شافوا رجلة فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا فليش رفعها الله هذه المكانة العالية مع أنه القليل جدا مننا يعرف قصة إدريس عليه السلام حب لك شي تأكله ولا تنزل تابعنا على كل السوشيال ميديا اكتب على الساكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أضره لك من دون ما نطول بسم الله نبدأ طبعا زي ما قلنا من قبل إن بعد آدم عليه السلام ما بقي في الأرض إلا نسلين فقط نسل الشيث واللي هو النسل الصالح ونسل القبيل واللي هو النسل السيء كانوا النسل سيء لكنهم كانوا على التوحيد وكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده ما كان الشرك موجود أبدا سالفة إن فيه شي يعبد من دون الله أعوذ بالله ما توصل يعني المشرك بالله والكافر شخص مو بعاقل يعني أشبه بالحيوان مثلا أو شيء زيء بس اللي قدر عليه إبليس إنه يتمثل لنسل القبيل ويعلمهم بعض المعاصي والفواحش بس هذا كان آخر ما عندي بس ما اكتفى إبليس بنسل القبيل فقط كان مجهور من نسل شيف ومسألة إنه يفسد بس نسل القبيل ما كانت كافية بالنسبة له فكان يتمثل لنسل شيف ولكن محاولة إبليس هذه باءت بالفشل لأن نسل شيف مليان بالمصلحين وكانوا أكثر تمسك والتزام بالأمر المعروف والنحي على المنكر فما استطاح إبليس فيهم أبدا كل ما تمثل لهم إبليس يعلمهم شيء من المعاصي قاموا المصلحين في نسل شيف ونهوا عن هذا الأمر أبدا وأمروا بالمعروف ونصحوا الناس كلهم فحس إبليس بالفشل الذريع حس بأن ما لا فائدة أبدا ففي يوم من الأيام جلس إبليس يفكر في ضوء القمر كان يفكر بفكرة في نفسه كيف أسوق نسل شيف لعصيان الله سبحانه وتعالى هذه وظيفتي لابد أن يجلس أفكر تلاحظ إبليس ملاحظة أن نسل قابل نساؤهم متبرجات وماهرات في التجمل والزينة يعني عارفين كيف يجبون رأس الرجل هنا كأنها الفكرة دخلت في رأس إبليس أنا عرفت إش الخطة أنا عرفت إش اللي مفروض أسويه لابد أني أرجع لنظام الوسوسة نرجع للمدرسة القديمة يعني أولد سكول لا أتمثل ولا شيء أروح بس أوسوس لبعض رجال نسل شيف وكان لوسوسة إبليس أثر فعليا فحصلت أول حادثة زنا في تاريخ البشرية بين نسل شيف وقابل تفكر إن إبليس وقفين ما وقف إبليس أبدا فاستخدم النساء استخدام أعمق من كذا فاستخدمهم في تمييع أي معصية وذنب في نسل شيف فصاروا النساء يدخلون المعاصي في نسل شيف حتى قلوا المصلحين في نسل شيف وكثرت المجاهرة بالمعاصي فيهم إليم بدأ المفسدين يحاربون المصلحين في المجتمع بل قتلوهم وشردوه يعني وصل الحال لهذه المرحلة ومات ضمير أغلب الناس وصارت المعاصي بكل مكان تشوفها من دون ما يقدر أي أحد يميد يده أو يفتح فماه أو حتى ينكر واستمرت البشرية على هذا الحال والوضع في كل يوم يزيد سوق إليم في يوم من الأيام ولد مولود في بابل هذا المولود ما كان إنسان عادي هذا المولود كبر وتراحرح في بابل الذين أصبح رجل طويل القامل غليظ العظام نحيف الجسم يعني ما في شعم كثير وكان كثيف اللحية وهذه الصوت وإذا مشى ينظر لخطواته ويعتقد بأن هذا الرجل هو أول من خط بالقلم ودون الصحف ويقال بأن هذا الرجل هو أول من خاط الثياب ولبسها فكان في ذاك العهد البشر تلبس الجلود يعني كان عنده علم ما كان عنده غيره وكان هذا الرجل مو رجل عادي كان رجل مصلح وكان من المصلحين كان مو عاجبة سالفة المجاهرة بالمعاصي فكان في قلبه مثل الحرقة كذا على الدين وعلى الحق وكيف أنه تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى في كل مكان ولا في أي أحد يقدر يفتح فمه وفعليا هذا الرجل ما كان عادي أبدا لأنه كان نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى وهو نبي الله إدريس عليه السلام هذا النبي كان عابد من العباد في وقت كانوا الناس بعيدين كل البعد عن العبادة وعن الله كانوا مليانين بالمعاصي تبرج وزنة وحفلات وخمور وكل المعاصي اللي ممكن تتخيلها كانت موجودة في ذاك الوقت وهذا الرجل في آخر الليل يصلي ويعبد الله بدأ إدريس عليه السلام ينصح من حوله من الناس ويحاول يصلح بقدر المستطاع من حوله وفعلا نجح في تغيير من حوله فبدأ التغيير يوضح عليهم وبدأ هذه الدائرة اللي حولها تتوسع أكثر وأكثر إلى درجة أن الناس صاروا يحبونه ويحبون الجلوس معه وبدأ اسم إدريس عليه السلام ينتشر في كل مكان ووصل تأثير إدريس عليه السلام في جميع أنحاء الأرض وبدأ ينصح الناس بشكل واضح وعلني ويوجههم للحق ويعلمهم بأن مجاهرتهم للمعاصي وتحديهم لله سبحانه وتعالى ما هو إلا خسارة في الدنيا والآخرة فالله سبحانه وتعالى ما راح يضرها ارتكابك للمعاصي ولا راح تنفعها عبادتك إنما هي أعمال لنا الله سبحانه وتعالى سيحصيها يوم القيامة وكل اللي قاعد تسويه وتجنيه أنت الحين لا يكون لك يوم القيامة أو عليك فالله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده وتغيرت حياة الكثير والكثير في جميع أنحاء الأرض وتغيرت حياتهم من حياة غير أخلاقية مليانة بالفواحش والمعاصي إلى حياة مليانة بالعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى والطمأنينة بس في مجموعة من الناس فعليا سيطر عليهم الشيطان سيطر عليهم بالمعاصي وبحب الآثام والزنا والشعوات ففي بعض التجار والناس اللي دخلوا في المعاصي وتعمقوا فيها مثل بايعين الخمور وبايعين الهوى وغيرهم من الناس اللي في نفس هذا المجال لاحظوا بأن الزباين بدوا ينقصون كان شغلنا حريقة زمان إيش اللي قاعد يصير سلنا نقيم الأعياد وما صار في أحد يجي نوزع الخمور عشان نعلن لمحلنا وما صار في أي أحد يجي إيش اللي قاعد يصير نوزع النساء ببلاش يا رجل تعال بس بس ما في أي أحد جالس يستجيب إلا قليل لاحظوا أن في تأثير خارجي قاعد يصير وبدوا يدورون يمين ويسار وإبليس معهما الذين عرفوا بأن المصلحين رجعوا من جديد وعلى رأسهم نبي الله إدريس عليه السلام كأن في واحد مسك طوبة ورماضي وجيه في جن جنونهم وبدوا بكل قوتهم يشوهون صورة إدريس وأصحابهم هذول مصلحين لا مهم مصلحين هذول متشددين هم يبغون يحرمونكم من الأشياء اللي تستمتعون فيها يبغون فقط يحصرونكم في دائرة ويخربون حياتكم عند تتفكر أن الله سبحانه وتعالى بعاقبك بهذا الكاس أو بهذه البنت اصبر أنا أجيب لك أدلة من نصوص شيث شوف هذا الصحف ويستدلون بآيات استدلال خاطئ ألين يطلعون الشيء اللي هم يبغون يطلعونه للناس فحرف يا أبو يجيب هذه الصحف شيث هذه الآية تقول لك حرام الخمر مو الخمر هذا مو خمر خمرة لا يكيسون من عندهم عشان بس يبرروا الأنفس وعشان يطلعون أن أدريسوا أصحابه فقط ناس ضالة وناس متشددين فقط ألين قاموا ناس من بين هذه الفئة الضالة بدوا يطلعون أدلة بأن أدريس وأصحابه كلهم كفا ما هم مصلحين أنتوا بس مخدوعين فقط أدريس هذا واجب علينا حربها والقضاء عليه تماما فجيشوا هذول المفسدين الجيوش جيوش كبيرة جدا بنية أنهم يقضون على إدريس والمصلحين وكانوا قليلا فإدريس أثر على كثير من الناس ولكنهم مو بالأعداد الهائلة أن تتكلم على الأرض كاملة كل اللي في الأرض وهنا انقسموا العلماء على قوله فقال بعضهم بأن إدريس عليه السلام شرع الله سبحانه وتعالى له الجهات ضدهم فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يقاتلهم بقدر المستطاع وأن بفعلهم هذا وقتالهم للنبي الله قد كفروا فجهز إدريس عليه السلام جيوشا وتوكل على الله سبحانه وتعالى وقاتلهم قتال شديد ورح نرجع لتكملة القتال الشديد اللي حصل له لكن خلوني أقول لكم القول الثاني وهو القول الأرجح القول الثاني بأن إدريس عليه السلام ما قاتل ولا جيش الجيوش والله سبحانه وتعالى ما شرع لها القتال وأن الله سبحانه وتعالى أمر بتوصيل الرسالة فقط لأن هذول القوم ما كفروا ولا أشركوا بالله سبحانه وتعالى هم فقط مفسدين ظالمين غرر بهم الشيطان بس إنهم لازالوا موحدين فكان ما عند إدريس عليه السلام إلا خيار واحد إنه يهاجر من باب الله وينتقل إلى منطقة ثانية ويستمر في النصح والدعوة بعيدة واللي يبغى يحضر مجالس إدريس عليه السلام يهاجر له وفعلا هذا اللي حصل هاجر إدريس عليه السلام وهاجر المصلحين معه واستمر في نصح الناس فترة من الزمان طويلة فتخيل كل مرة ينصح واحد لها أجر عمله فتخيل إنك علمت شخص دعاء واحد كل مرة هذا الشخص يدعو بهذا الدعاء لك أجر مثل أجره كيف لك بأجور إدريس عليه السلام فاستمر في دعوته حتى بيوم من الأيام حصل حدث عجيب أوحى الله سبحانه وتعالى له بخبر كان جدا مفرح له وفي هذا الخبر قال لها الله سبحانه وتعالى إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم يا الله تخيل الأجور يا رجل الله من كثر من اهتدى على يد إدريس عليه السلام صار في اليوم الواحد لها أجر جميع من في الأرض في زمانه من كثرة الناس اللي اهتدوا عليه المهم أن إدريس فرح فرح شديد وازداد حماسة وازداد من الأعمال الصالحة صار كل يوم يصحى يفرح بأنه لازال حي فاجتهد في الدعوة وكثف أعماله في الدنيا حتى يلاقي الله وهو في أعلى المنازل كانت هذه نية يا رجل تخيل في اليوم الواحد أن تنزل لك أعمال من في الأرض كلهم يا رجل شي عظيم جدا شف عظم أجر الدعوة لله سبحانه وتعالى وجور عظيم يا رجل أما سال فتموت إدريس عليه السلام ففيها قولين تذكرون يمخرجوا يقاتلون إدريس عليه السلام وبعض أهل العلم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى رفعه كما رفع عيسى عليه السلام رفعه الله سبحانه وتعالى حي رفعه إلى السماء الرابعة وأن إدريس عليه السلام لا زال حي إلى يومك عام وهذا قول مجاهد والعلم عند الله سبحانه وتعالى أما القول الثاني وهو القول الأرجع فهو قول ابن عباس رضي الله عنه فابن عباس رضي الله عنه في يوم من الأيام سأل الحبر من أحبار بني إسرائيل سأل عن تفسير آية ورفعناه مكانا عالية يعني كان ابن عباس يسأل هذا الحبر عن تفسير هذه الآية يقول أن في يوم من الأيام تمنى إدريس عليه السلام بأنه يعرف كم بقيلة على وجه الأرض كم بقيلة من حياتها وكان يتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يزيد في عمره عشان الله سبحانه وتعالى يرفع منزلته فكان لإدريس ملك من الملائكة وكلها الله سبحانه وتعالى ليكون خليل إدريس يعني صاحب إدريس ففي يوم من الأيام التقى إدريس عليه السلام بهذا الملائكة سأل إدريس عليه السلام هذا الملائك سؤال فقال لها إن الله سبحانه وتعالى أوحى لي بأنه يرفع لي في كل يوم مثل عمل بني أحد فأنا عندي طلب اسأل لي ملك الموت كم بقي لي من حياتي أنا بعرف كم بقي لي من حياتي عشان أزداد من العوافق هذا الملائك وبأمر من الله سبحانه وتعالى أخذ إدريس معه وأسريبه إلى السماعة ارتفع في السماوات وهنا أوحى الله سبحانه وتعالى لملك الموت بأن يقبض روح إدريس عليه السلام في السماء الرابعة فملك الموت ما يعلم الغيبة استخرب وذهب بأمر الله سبحانه وتعالى وهو يفكر بأن إدريس هو في الأرض فكيف الله سبحانه وتعالى يأمرني بأن يقبض إدريس عليه السلام في السماء الرابعة مع أن إدريس في الأرض وفجأة إلا بملك الموت يقابل هذا الملك اللي هو خليل إدريس في السماء الرابعة في الملك هذا أول ما شاف ملك الموت وهم كانوا قاصدينها أصلا فسأل مباشرة يا ملك الموت كم باقي من عمر إدريس عليه السلام فتعجب ملك الموت فقال ملك الموت إنك لا تسألني عن رجلي ما بقي من عمري إلا طرف داعي فنظر خليل إدريس إلى تحت جناح إلا بإدريس قد فاضت روحها وهو لا يشعر فقوضت روح إدريس عليه السلام وهو في السماء الرابعة وهذا القصة اللي قالها هذا الحبر لابن عباس فالله سبحانه وتعالى أعلم عن نهاية إدريس عليه السلام هل مات فعليا أم لا زال حي في السماء الرابعة أن الله سبحانه وتعالى رفع كما رفع عيسى عليه السلام بس ما انتهت القصة هنا فبعد ما توفي إدريس عليه السلام أو رفع إلى السماء بقي وراء طلابهم اللي كانوا على نفس سبيل كانوا مصلحين وكانوا يحبون الخير للمجتمع وكانوا من العباد الصالحين واجتمعوا الناس على حبهم حب شديد خاصة خمسة من أصحاب إدريس عليه السلام وطلابهم واللي هما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا جميع البشر مجتمعين على حب هذول الأشخاص الخمسة وكانوا يحبونهم حب شديد وكانوا يحضرون لهم جلسات ومحاضرات لهم بس اللي ما كانوا يعرفون هذول الخمس إن من بعد موتهم بيكون أعظم فتنة في تاريخ البشرية الين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم اللي هي قصة إدريس عليه السلام إن شاء الله في القصص الجاية بنحكي قصة نوح وكيف بدأ أول شرك في تاريخ البشرية لا تنسوا تصليون على النبي صلى الله عليه وسلم وتروحوا ونتابعون باقي السلاسل على هذه القناة في ثلاثة سلاسل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصدغفرك وأتوب إليك أشوفكم على خير بتوحشونين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر